اشهد سعادة سيد نواب بن محمد المعودة وزير العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لحفظة كتاب الله وتعليمه جاء ذلك بمناسبة تحقيق مملكة البحرين المركز الثاني في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلواته وتفسيره والتي نظمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين في رحاب المسجد الحرام وفاز بهذا المركز المتقدم ممثل مملكة البحرين المتسابق محمد عدنان العمري في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير وذلك بمشاركة أكثر من 117 دولة من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على حرص المملكة في تعليم القرآن الكريم وطباعته ونشره فكانت هذه البلاد المباركة حاملة اللواء في هذا الزمان في مجال تعليم القرآن الكريم وطباعته ونشره منذ عهد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود طيَّب الله ثراه إلى عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أيدهم الله أيها الحفل الكريم إن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سخَّرت جميع إمكاناتها لخدمة هذه المسابقة القرآنية التي لها شأنٌ عظيم لدى أبناء المسلمين في مُختلف دول العالم وتحمل إسمًا عظيمًا وهو إسم الملك عبدالعزيز رحمه الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر